بعدين بمعركة الكرامة بليلة معركة الكرامة اللي هي صادفة يوم واحد وعشرين آذار نتشل يلي جوه أبو عمار الله يرحمه ياسر عرفات صلاح خلف أبو أياد خليل الوزير أبو جهاد وغيره وكانوا اجتمعا عند الوالد قال أبو فلح أحنا أربعمائة فدائي إذا توعدنا تشترك إذا احتجناك بدون رجوع للقيادة العراقية فإحنا نقاوم إذا لا فإحنا ننسحب طبعا بالنسبة إلى والدي آمر لواء في هذا الوقت هذا قرار جدا صعب أي بس قال إحنا طالعين من معركة سبعة وستين أكو هزيمة فإحنا شلون يعني أنا شلون يعني أخلي الأمور حاجة إلى نصر فقالهم أشترك أدخل المعركة من دون الرجوع؟ من دون الرجوع القيادة صعب؟ جدا صعب بس هذا قرار مصيري قال أنا اعتبرته قرار مصيري قلت أنا أعرف ممكن هاي نهاية وجود العسكرية يعني بس هذا القرار لازم يكون لأنه إحنا طالعين من هزيمة مرة فتفقوا على كلمة سر أراهوا وتودعوا باعتبار أنه ممكن ما يلتقون بعدين عملية فداية هم المقاومة وإسرائيل هجمت هجمت على معركة الكرامة هجمت أي يا راح نفذون عمليات فداية لا هم مقاومة لأنه إسرائيل كانت تهجم ها إسرائيل تهجم أي وهم ما يقدرون يقاومون صاروا مصد فصاروا هم يعني هي كانت إسرائيل مستهدفة مقرات من منظمة التحرير يعني من الفتح فهم قلوا يعني هم قلوا للوالدي قلوا له إحنا أربعمائة فداية ترى ماكو إذا وهذول هجمون بتلف فرق إسرائيلية راح يجمون علينا فأنت إذا دخلت إحنا نقاوم بدون الرجوع للقيادة مثل ماهجين إذا لا فإحنا ننسحب فوالدي قالهم لا أنا أدخل المعركة المهم بعد آمر لواء آلي ما كان قاعد قوات من صار الهجوم يقول اتقوا على كلمة سر وراحوا يعني راحوا هم ثاني يوم انتظر والدي قل قعدت يعني حتى ما نام يعني وخلى اللواء كله بالإنذار يقول انتظر هاني لساعة عشرة لساعة تقريبا عشرة الصبح ماكو كلمة السر ماكو ما أجدتي ما أجدتي فأقول أنا قلت هذولا انقضى عليهم أخذ سريتين مغاوير ويا وراح إلى ساعة البعركة بهال أثناء كان أكو انزال إسرائيلي يسموهم فرسان الجو بخلف خطوط الفلسطينيين الأثناء هم ماذا ينزلون تهجموا عليهم القوات المغاوير العراقية السريتين السريتين أي أبادوا أول ما أبادوا آمر الكتيبة هاي الإسرائيلية حتى العصة مالتا كانت عندنا موجودة أول ما صار أول ضربة تعرف هاي قوات الإنزال أول ما تنزل كلش صعب وضع هيكون فالجماعة رأسا بعدهم بعدهم تقريبا والباقي انسحبوا المهم لو صاير هذا الإنزال كان طوقوا الفلسطينيين وأنهوهم فكان الفضل الحقيقة للقوات المغاوير اللواء الثامن في هذا الوقت هما اللي أبادوا هاي الكتيبة الإسرائيلية وطبعا لا ننسى يعني دور الجيش العربي الأردني كان دوره كبير مهم جدا بالمعركة هاي أعزم أذكرها وخصوصا اللواء مشهور حديثة اللي كان قاعد فرقة في وقتها أردنية ساهمة ومساهمة فقالة بهذه المعركة هاي تعترف تاريخ لازم واحد يكون شوية دقيق به لازم يكون دقيق به لما علمت الحكومة العراقية أنه والدك تصرف واتخذ قرار ودخل معركة من دون الرجوع إلى القيادات المركزية صاروا ياه رادوا ينقلوا البغداد اين اجا على أساس ينقلوا أرضوا عليه منصبين المنصب الأول أعمر لواء الحرس الجمهوري يعني قربوا أكثر هم رادوا يبعدوا من عكي جزء ما حدري المهم حقيقة المرحوم سعيد سليبي هو اللي فاتح والدي قال أنه أكو ما صبين أعمر لواء الحرس الجمهوري أو مدير الحركات العسكرية أمن يل ما عملت غرفتي المهم قال له والدي اعتذر عن أعمر لواء الحرس الجمهوري قال آني ما صير أعمر لواء الحرس لأنه والدي كان يعرف أنه أكو شيء داي يصير يقول آني إذا صرت أعمر لواء الحرس الجمهوري رأي أقسم يمين أنه أحمي النظام هو ما يحب النظام مو ما يحب كان يعتبره ضعيف زين